بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته أهلا وسهلا بيكم مرة أخرى في درس جديد من دروسنا لدورة الاموس نبدأ النهاردة إن شاء الله في أول دروس من دروس بنامج الأكسل ونبدأ إن شاء الله نشرح في البنامج النهاردة بإذن الله طبعا أول حاجة أعود أن نعرفها بالنسبة للبنامج الأكسل نحن نربة الجدول الكتروني براحة الأكسل تسمع بشر ق Billy براحة الأفetersنا أعوال الجدول الكتروني يمكنت إيجابه إساعد نبدأ كメدة بمركز adjust everything أولا نطيق الى نطيق الى الشكل طريقة عمل جدول، تنسيخات الجدول، وكذلك طرق الطباعة وخيارات الطباعة المختلفة الممكن نستخدمها في بنامج الاكسل. فنبدأ اول حاجة عندنا اللي هو الجدول ذات نفسه. الجدول زي ما انتم شايفين اول ما بفتح بنامج الاكسل طبعا البنامج بتاع الاكسل الملفات الخاصة به بتسمى مصنفات تمام مصنفات. فانا دلوقتي اي مصنف من المصنفات بيحتوي اي على اوراق. فانا نبدأ بقى بالترتيب. مصنف بيحتوي على ايه? على اوراق. زي ما انتم شايفين هده تحت مكتوب عندي هده ايه ورقة واحد. وده هتا اللي بنسميها ايه? اوراق العمل. اوراق الايه? العمل. تمام? كل ورقة عمل بتحتوي ايه? على جدول. تحتوي على جدول واحد. تمام? والجدول ده بتبقى متقسم على صفوف واعمدة. الاعمدة بتبقى مترتبة ابجادية. من الـ A الى الـ B, C, D, E الى امال نهاية. لأيه إلى مال نهاية. يعني ما فيش نهاية للاعمدة اللي ممكن احطها في الجدول. لممكن اصحب للي صار هنا في الشريط دوت. إلى مال نهاية عطاها بتوضيف للاعمدة. زي ما نعاوز. نفس الحكاية في الصفوف. الصفوف بتبقى مترتبة ايه؟ للترتيب الارقام. واحدة. اثنين. 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 كلما انزل في الجدول البتاعي كلما يضيف صفوف جديدة على حسب ما نعوز فالجدول البتاعي غير منتهي الجدول البتاعي غير منتهي فعنبدأ بالوقت نشوف الخلايا اللي عندي أي جدول موجود في برنامج XL يحتوي على خلايا والخلايا اللي هو عبارة عن تقاطع ما بين الصف والعمود في الوقت الخلايا ديات ممكن نحط فيها اللي نعوز ممكن نحط فيها نصوص ممكن نحط فيها أرقام ممكن نحط فيها سيغ ممكن نحط فيها دوال السيغ والدوال هنشوفها في الدروس القادمة إن شاء الله بس دعنا نبدأ أول حاجة بالنصوص فنبدأ دلوقتي مثلا الخلايا الأولى ممكن نكتب فيها نص مثلا عادي خلينا مثلا نعمل جدول بسيط مثلا ممكن نقول مثلا نعمل مثلا جدول بسيط عن درجات الطلاب اوكي أنا دلوقتي مثلا عاوز أعمل جدول عن درجات الطلاب في برنامج A ال-Excel أحط مثلا الطالب المادة بتاعته كما بخذت في المادة الأولى كما بخذت في المادة التانية وهكذا تمام فنبدأ دلوقتي مثلا A في أول خلية ممكن أول خلية أنا بحب مثلا أن أخليها خلية A عنوى ما بسا ممكن أكتب هنا عندي طلباء درجات وزن درجات الطلاب تمام فيكون كده دلوقتي أنا كتبت نص جوى الخلية كل اللي عملته A أننا حددت على الخلية وبدأت أكتب A باللوحة المفتاح رح كتب لي نص A داخل A الخلية تمام فدلوقتي بقى دلوقتي أخليه عنوان للجدول بتاعي حدله بعد شوية هتشوفه في شوية خصائص ممكن أعدل فيها الخلية بس خليني دلوقتي أحدد رؤوس الأعمدة بتاعت الجدول بتاعي خليه مثلا أحط شوية رؤوس للأعمدة فحقول مثلا ممكن أكتب رقم الطالب تمام حكتب اسم الطالب مسلا نكتب بقى باينات عن الطالب اول الحاجات اللي نعوز نحطها في جدول الطالب هكتب مسلا هنا الدرجة ونكتب بقى المواد هنا مثلا أخد من المادة دي في المادة ديح まسلا لنكتب الأحياء مثلا مادة تانية اللحية أ Kraft هكتب الزجور نكتب مادة ثالثة مثلا ممكن نقول العلوم لا لا لو احياء ما فيش عندي علوم تقسمت فيزياء ومثلا كمية طيب مثلا كده كفاية خلي الفيزياء بدون الفلام لانا كتبت الكامية بدون خليها كلها الفلام فيزياء وهنا الكامية طيب دلوقتي حددت بعض رؤوس للاعمدة طيب دلوقتي بقى حبدأ انصغ الجدوى البتاعي وتنصيقات الجداول في برنامج الاكسل مهمة جدا لانا لو ما نصغت الجدوى البتاعي النص المكتوب قدامي دهوت حيبقى مجرد نص طاير في الورقة زي كده لو انا مثلا حبيت ان احاول الجدوى الدهوت لPDF او مثلا احاول ان اطبع الجدوى الدهوت استخدام مثلا الطباعة فانا لو روحتي هنا مثلا عند ملف وطباعة هلاقي انه النص بتاعي مجرد بس كلام طاير كده ايه في الورقة مش مرتب يعني تمام؟ فانا دلوقتي بقى عاوز ارتبه عاوز بقى اضبط الجدوى البتاعي اعمله الوان اعمله حدود اقعد بقى اضبط الجدو بتاعي بشكل ايه؟ مقبول تمام؟ فمبدأ بقى استعمل تنسيقات الايه الجدوى فالتنسيقات اللي انا ممكن استعملها هنا في برنامج الاكسل هي تنسيقات الجدوى الشبيهة شوية بالتنسيقات الموجودة عندي ايه في برنامج الورد تمام؟ بس مكانها مختلف مكانها موجود في ايه في الشريط الرئيسي في التنسيقات الخط والمحازاة هذه التنسيقات الموجودة ممكن استعملها في الجدوى في عندي كمان تنسيقات للرقم ونشوفها برضو ايه في درس اليوم فخلينا نبدأ اول حاجة مثلا ان انا احدد الخلايا اي حاجة انا عاوز اعمل لها تنسيق في برنامج الاكسل لازم احدد خلاياه الاول تمام؟ فههدد الخلايا ازاي اول حاجة خليني مثلا اشتغل على العنوان تمام؟ مثلا العنوان اللي موجود عندي هنا درجات الطوال والطلاب مثلا عاوزوا يبقى ايه عبارة عن خلية كبيرة زي كده مدموجة تمام؟ على اساس تبقى عنوان للجدوى فواحدة من الحاجات انا ممكن استعملها حاجة اسمها دمج وتوسيط فالو اخترت هنا دمج وتوسيط بعد محددة مجموعة من الخلايا هيروف واحدة الخلايا كلها ايه اعمل لها دمج ايه خليها مثلا ايه في خلايا واحدة زي كده فهنا نخلي دوت مثلا ايه عنوان للجدوى بتاعي ايه جددي من يمكن انه هو عنوان معا الوون الخلايا وهنا بقى عندي هنا لون التعبيقه بتاع الخلايا الخيار اخير وممكن اختار لن Proms التعبير بالألوان واللون الخلايا مثلا… ممكن اختار لن برطوآني تمام؟ وسأبدأ ب finite ايه حدود Arg هدوث Plug해� سنبدأ دلوقت أحدد الخلايا بتاعتي أحدد مثلا homework الخطة على الجدول على قد إيه مثلا أن أعوز أحطه. مثلا نحوز أحط خمسة طلاب، ستة طلاب، مثلا أعوز أحط خمسة طلاب، وهنا عندي واحد واثنين فهي اجعل مثلا لحدي صف إيه سبعة، تمام؟ وأبدأ بقى أعمل إيه هدود الجدول. طيب وانا أعوز أعمل حدود الجدول بقى إياها فيين بقى إياها موجودة عندي هنا في قيمة الإيه المربع دوت اللي هو الحدود. تمام؟ وهنا بقى أقدر أختار الحدود اللي أنا أعوزها من عند نمط الخط. فأختار نوع الحد الأول و بعدين أختار الحدود التي أريد أن تنضاف في الخلايا التي أحددها شبه برنامج الـ Word فأروح دلوقتي عندنا نمط الخط وأختار هنا الخط الذي أريده مثلا ممكن أختار خط كثيف و بعدين أرجع إلى نفس القيمة وأختار من هنا برضو اللي هو الحدود الذي أريده مثلا ممكن أختار الحد الأعلى الأسفل يمين يصار نفس الخيارات الموجودة عندي في برنامج الـ Word وممكن مثلا أختار كافة الحدود بس هنا في برنامج الـ Excel في عندي حدود مخصصة شوية زي ايه ممكن أن نزل القيمة هنا بقى دلوقتي وأعمل مزيد من الحدود حاليا هنا عندي قيمة خاصة بالحدود اللي ممكن أعملها في الخلايا فأنا دلوقتي عندي الحدود اللي هي الأعلى والأسفل واليمين واليصار موجودة عندي في حدود كمان ايه اللي هي حوالين القطر ممكن مثلا أعمل خط قطري زي كده ممكن أعمل برضو خط قطري في الناحية التانية تمام؟ فممكن برضو ايه؟ أستعمل الحدود ديت واسم الخلية الجزئين مثلا خليك خلية جزء مثلا فوق مكتوب في نص و جزء تاني تحت مكتوب ايه في نص فدي واحدة برضو من الحدود الايه اللي ممكن تستعملها بس مش هنستعملها في المثال اليوم بس أنا أحبت أن ايه؟ أذكرها لكم طيب نكمل بقية الجدول هبدأ بقى دلوقتي أملي الجدول بتاعي تمام؟ مثلا بقى أكتب رقم الطالب ممكن رقم الطالب بقى أنا عاوز أمشي بالترتيب فأخلي مثلا ايه؟ رقم واحد تمام؟ يعني الطالب رقم واحد واسم الطالب هنا ممكن نكتبه عمر عمر مثلا بقى يدي له درجات بقى للمواد بتاته مثلا واخد في الحياة تمانين في الجغرافيا سبعين في الفيزياء ممكن نواخد مثلا تمانية وستين والكمية مثلا واخد تسعين تمام؟ مثلا دوات عمر طيب عاوز أضيف بقى طالب تاني فحروح هنا أكتب ايه؟ اتنين طيب لو أنا مثلا عندي بقى طلاب كترين أنا عاوز عندي طلاب كترين بقى عندي خمسين طالب ستين طالب عندي طلاب كترين عاوز بقى ايه أعمل لهم أرقام فهلأ أنا بقى كل شوية حروح عند رقم الطالب وقول له رقم ثلاثة بعدين رقم أربعة بعدين رقم خمسة طبعا فيش طريقة أسهل؟ في طريقة أسهل في برنامج الأكسل في خاصية نستعملها خاصية اسمها الملء التلقائي خاصية اسمها ايه؟ الملء التلقائي ان هو يملي الخلايا بشكل ايه؟ تلقائي وانا حديكم امثلة دلوقتي على ايه؟ على خاصية ديه فواحدة من الحاجات ما ممكن نستعملها في خاصية ديه اللي هي هلترقيم اللي هو ايه、 الترقيم فهنا دلوقتي احراف البرنامج الانسل بتاعي او الحاجة الترقيم بتاعي ماشي ازاي؟ العشان أعرف البرنامج الانسل الترقيم بتاعي مشي ازاي على الأقل محتاجين لقمين يعني مثلا واحد واثنين او مثلا واحد وثلاثة على حسب بقى. مثلا خليها واحد واثنين. طيب ايه الفرم بين الواحد والاثنين؟ واحد صح؟ يعني واحد زايد واحد اثنين. دلوقتي بقى بنامج الاكسل هيعرف الفرم من بين الرقمين دول وحيملى بقية الخلايا ايه? بنفس الايه الترتيب او بنفس الايه الزيادة اللي هي واحدة تمام؟ فانا دلوقتي بقى علشان اعمل الخاصية دي بعملها ازاي؟ اول حاجة بحدد على الخليتين سوى اللي فيها الترقيم بتاعي واحد واثنين مثلا. ممكن احدد ثلاثة بس مش هتفرق كتير بما انه ايه الفرم بينهم واحد دايما. ودلوقتي بقى حروح عند نقطة خضرة. دلوقتي لما كنا نمحدد على اي خلية اي خلية لما كنا نمحدد على اي خلية في بنامج الاكسل يكون في عندي نقطة خضرة هنا في الزاوية ليصار من الخلية نقطة خضرة صغيرة كلا. تمام؟ لو انا ورحت على نقطة الخضرة ديت وحطيت الفقر عليها حلاقي عندي سهم او السهم بتاعي يتغير لعلامة زائد باللون الاسوي. دوت معناه ان انا عليها بالزبط تمام؟ لما كنا عليها عندي امكانية ان انا اضغط عليها واسحب نيه لتحت. دلوقتي بقى انا ممكن اصحب زي ما انا عاوز. ممكن اصحب مية متين تلثمية زي ما انا عاوز. بس بعد ما اصحب زي كده هيعملي بقى ملقة تلقائي على حسب الترقيم اللي انا عمله. ففي الحالة ديت انا عمل الترقيم واحد واثنين اللي بقى دلوقتي انا متوقع ان هو يملأ بقية الجدول لحد مسلا خمسة. لو سحبت اكتر لتحت. هيبدأ بقى اي رقم لي بقى اي بالترتيب. ستة سبعة تمانية عشرة ممكن حتى احط خمسين مية زي ما انا عاوز. تمام؟ اهم حاجة ان انا حط رقمين او حدد رقمين على الاقل. واسحب زي ما انا عاوز. هيعد بقى دلوقتي رقم زي بالترتيب. تمام؟ فديه خاصية اي الملء التلقائي. ومش بس بتشتغل في الارقام بل ممكن اشغلها كمان في الايام في الشهور. فمسلا لو انا مسلا عاوز مسلا احط الشهور مسلا عاوز احط الشهور بالترتيب. فمسلا ممكن اكتب عندي اي اي اذا هو مسلا محرم مسلا شهر محرم مسلا شهر محرم. وبعدين هكتب هنا شهر صفر. وبرنامج الاكسل هيعرف بقى اي 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 دول الشهور. فلو انا سحبتهم لتحت مفروض ايه. هيبدأ يعمل ايه. بقية الشهور. عندي ربيع الاول ربيع التاني جماد الاولى جماد التاني وهكذا هيبدأ ايه للترتيب. طب ايه اللي يحصل مسلا لو انا كتبت محرم. وي بعدين ربيع الاول. يبقى انا نطت شهرين. فمسلا اكتب هنا ربيع الاول. تمام؟ اعتقد برضو برنامج الاكسل هيعرف ان في فرق اثنين ببنهم. تمام؟ فهينط كل شهر تاني. يعني محرم بعدين ربيع اول. نطت ربيع التاني. بدأ بالربيع الجماد الاولى. بعدين رجع. بعدين رمضان. هيبدأ ايه. كل شوية ايه. ينط شهر. تمام؟ فبنامج الاكسل هيعرف. لو انا مثلا كتبت محرم بس. مثلا ممكن انا كتبت محرم بس. بالوقت لو انا نزلت. هيبدأ برضو ايه. يعدلي. بالشهور. تمام؟ برضو الايام. مثلا لو كتبت هنا الايام. مثلا كتبت يوم السبت. تمام؟ او يوم الاحد. لو انا سحبت برضو التحت. من النقطة الخضرة. هيبدأ ايه. يكتب لي الايام بالترتيب. ولو وصل اليوم الجمعة. هيبدأ يوم السبت مرة ثانية. تمام؟ طيب ديت بتشتغل ليه زي كده في فرنامج الاكسل. علشان في حاجة في فرنامج الاكسل. بنسميها القوائم المخصصة. تمام؟ يعني كده دلوية برنامج الاكسل عنده قائمة مخصصة. متعرفة. في البرنامج. انه مسلا لو جالي حاجة زي كده. وهو عمل ملئة تلقائية. او سحبها التحت. يبقى حيمشي بالترتيب ده. تمام؟ فانا حصل القائمة التلقائية ديت. موجودة عندي في الخيارات. تمام؟ فنروح دلوقتي عند ملف. خيارات. وتحت خيارات. هلاقي عندي حاجة اسمها خيارات متقدمة. تمام؟ فتحت الخيارات المتقدمة بقى. حاعد انزل 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 انزل. حد ما لاقي حاجة اسمها. القوائم المخصصة. هنا ممكن انا عدتها. انا عدتها صحيح. احدات اضافية. هي مفوط زر كده اضغط عليه. اهي تحرير القوائم المخصصة. تمام؟ هنا بقى هيكون عندي القائمة المخصصة المتعرفة في الجهاز. او متعرفة في برنامج الاكسل. مثلا زي ايام بالانجليزي. ايام مختصرة. ايام بالاسم الكامل بالانجليزي. اهو الايام بالعربي. احد اثنين ثلاث. اه الشهور. الشهور العربية. الشهور. اه بقية الشهور مسلا بالتسمية المختلفة. وهكذا. تمام؟ لكن انا مسلا عاوز اعمل قائمة جديدة. انا مسلا عندي ترتيب جديد. عاوز اعرفه في برنامج الاكسل. والترتيب الجديد لما اسحب على طول ايه يبدأ يعمله. تمام؟ فمسلا ممكن بقى اعمل دلوقتي قائمة جديدة. واضيف دلوقتي ايه القائمة الجديدة بتاعته ديه. تمام؟ فابدأ بدلوقتي اعمل الادخالات بتاعتي. وهو بيقول لي هنا اضغط مفتاحة enter للفصل بين ادخالات القائمة. يعني زي مثلا الترتيب دلوقتي. ابدأ بقى اعمل ايه قائمة جديدة ليه. فمسلا ممكن اعمل قائمة بالاسماء وقائمة بالارقام. اي حاجة نعاوز. تمام؟ مثلا نعاوز اسماء مرتبة مثلا. ممكن اكتب مثلا إبراهيم. وبعد ما إبراهيم يجيني عمر. وبعد عمر يجيني عبدالله. وبعد عبدالله يجيني خالد. وبعد خالد يجيني مهند وهكذا. مثلا دي قائمة من عندي انا اعاوز مثلا تكون موجودة في الاكسل فاستعمل القائمة دي بشكل تلقائي وقت ما انا ايه ما انا عاوز تمام وهي اعمل بقى دلوقتي اضافة للقيمة دي اهي دلوقتي القائمة اضافت عندي ايه في بنامج الاكسل دلوقتي بقى لو رجعت اللي جدول بتاعي مثلا كتبت ابراهيم مثلا في واحدة من الخلايا كتبت ابراهيم وقيت عند ابراهيم وسحبتها لتحت هيبدأ يعمل لي ايه القائمة التلقائية بالترتيب اللي انا ايه عرفته عليها تمام فادي واحدة من الخصائص موجودة في نمج الاكسل هي ملء التلقائي وممكن حتى تعدل عليها تضيف القائمة بتاعتك اللي انت عاوزها اللي هو الترتيب اللي ايه اللي انت عاوزه تمام فاديها تلي بنسميها خاصية ملء التلقائي وبرضو بتشتغل مع الارقام لو انا مسلا عندي واحد وثلاثة زي ما نولتابل شوية لو جيت اسحب الارقام هيعدي نوت رقمين كل مرة خمسة سبعة تسعة ايه اتنين طيب في بدلوية اتعرفنا على الترقيم التلقائي او الملء التلقائي فخلينا مثلا ايه المال اللي بقيت الجدول بها فمسلا عندي جدول زي كده خمسة طلاب خمسة ارقام تمام طيب جميل نملك بقيت الجدول خلينا نملك بقيت الجدول كده مثلا نكتب هنا مثلا عبطالة نكتب له شوية دراجات اه خمسة سبعين اثنين وستين اثنين وخمسين مثلا لاسف في الفيزية للأسف اه ومسلا اه خمسة سبعين نقص سبعين نتعرف بالكده ثلاثة وسبعين طيب نعمل الجدول بالشكل السريع مثلا مهند خمسة وتسعين اوواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا هنا مثلاً نكتب إيه واحد مثلاً نكتب له 48 43 55 مثلاً نقول له 67 أو 67 طيب مثلاً كده الوقت أنا مليت إيه القدو البتاعي طيب طيب دوت مثلاً إيه جدو البسيط للوقت إحنا ضفناه طيب حاجة تانية برضو من الحاجات اللي أنا ممكن استعملها في برنامج الأكسل حاجة اسمها التعليقات تمام ممكن استعمل حاجة اسمها التعليقات في برنامج الأكسل يعني مثلاً يكون في خلية معينة مثلاً أنا عاوز أضيف فيها تعليق تعليق دوت ما بيظهرش الواحده على طول لازم أنا مثلاً اروح عند الخلية أضغط عليها مثلاً إيه وأظهر التعليق طيب إزاي أضيف تعليق ممكن أضيف تعليق بطريقة بسيطة جداً أنا أضغط ضغطها يمين على خلية وحلقي هنا خيار اسمه إضافة إيه تعليق أو إدراج تعليق تمام؟ أختار بقى الخيار دوت هيتعضع لي بقى تعليق هايقول مثلاً من الكاتب التعليق دوت مثلاً أنا عاوز أضيف تعليق على فهد مثلاً هاقول إنه هو راسب في مادتين أوكي؟ زي كده وده هوت حيب تعليق مرتبط بالإيه بالخلية دي لو أنا ضغطت بعيد زي كده في الجدول التعليق اختفى بس إلا عرفني إن فيه تعليق في الخلية اللي هو إيه العلامة الحامرة دي شايفيني العلامة الحامرة الصغيرة ديت ديت اللي بتعرفني إن فيه تعليق ولو ضغطت على الخلية أو مثلاً حددت خليت الفقر عليها زي كده هيتطلع لي إيه التعليق تمام؟ طيب لو أنا مثلاً في أي حالة أنا مثلاً عاوز أحرر التعليق أغير مثلاً التعليق بتاعي أحزف التعليق برضو الخيارات إيه موجودة عندي إيه في الضغطة اليمين لو مثلاً عملت تحرير التعليق ممكن حتى أحرك مكان التعليق مكان التعليق أو التعليق ذات نفسه عبارة عن مربع نص ممكن مثلاً أصغره وأكبره أحطه في أي حتة مثلاً لو أنا مش عاوزه يغطي على الجدول ممكن أحطه مثلاً تحت في الجدول شوية زي ما أنا عاوز بها تمام؟ عاوز أحزف التعليق تماماً أضغط على الخلية اللي فيها التعليق وأعمل مثلاً إيه حزف التعليق تمام؟ وحتى ممكن برضو أظهر أو أخفي التعليقات فدية مثلاً لو أنا عملت إزهار التعليق زي كده هاي بقى التعليق إيه ظاهر معي حتى لو ضغطت إيه بعيد لو أنا مسلاً ضغطت عليها مرتاني أقولت له خفاء التعليق يبقى لو ضغطت بعيد هيخفي للتعليق هيظهر بس التعليق لو أنا إيه حددت على الخلية تمام؟ فهذه واحدة برضو من الخصائص أممكن استعملها في بدنامج الأكسل طيب دلوقتي بقى أنا مسلاً حابب أن أنا أطبع إيه القدول دا أنا حابب أن أنا أطبع إيه القدول دا فبس علشان الوقت يا شباب فأنا حختار مثلاً بعض الخلايا اللي هنا وحاول أن أنا أكبر القدول بتاعي عشان بس إيه يبقى عندي إدخالات كتيرة تمام؟ أوبس وعمل نسخ مثلاً عاوز يبقى عندي في القدول معلومات كتيرة فأحسن طريقة مثلاً أنسخ المعلومات اللي عندي بشكل عشوي وعد أكرره عندي في القدول تمام؟ طبعاً الترقيم دلوقتي كله تلخبط فأنا ممكن أعمل إيه أحدد على الاتنين الأولى وأمسح على الترقيمات الباقية أعمل إيه ترقيمات جديدة مثلاً بيكون كده مسلاً عندي طلاب كتيرين طيب كده جميل جداً أنا دلوقتي عملت إيه جدوال زي كده طيب تخيل بقى معي في الجدوال داوت أنا عاوز أطبعه أنا عاوز أطبع إيه الجدوال داوت فطبعاً لو أنا عاوز أطبع الجدوال دا بكل بساطة بروح على الملف وأختار طباعة والجدوال طلع عندي دلوقتي وأدر أطبعه طيب لو في بعض المرات مثلاً في صفوف أعاوز أخفيها وشيطات معينة مش عاوز أتظهر في الطباعة بتاعتي إزاي مسلاً أعمل هذه الرئيس فيه خلصية عندي في فينامج الـ Excel حاجة اسمها إخفاء الصفوف والأعمدة يعني مسلاً لو في صفوف أعمدة مسلاً أنا عاوزها تختفي مش عاوزها تظهر مثلاً في الجدوال بتاعي ممكن أختار واحد من الصفوف ديات مثلاً الصفوف ديات مسلاً من عند 7 لحد 16 مش عاوزها تظهر عندي في الجدوال وممكن أحدد عليها كلها وأختار حاجة هنا اسمها إخفائي أضغط طغط طيبين وأختار إخفاء. دلوقتي أنا ما حزفتش الصفوف. الصفوف ما تحزفتلي. الصفوف بس إيه؟ اختفت. الصفوف اختفت. فأنا لو أنا مثلا عاوز أظهرها مرة تانية أضغط برتين عليها. هتظهر مرة تانية. تمام؟ فلو أنا مثلا عاوز أخفيها هتختفي. طيب لو أنا خفتها دلوقتي وقعتها عاملت باعة. حلاقي من هي اختفت برضو. تمام؟ فهدي الطريقة برضو. لو أنا مثلا عاوز أخفي حاجات في الجدول. مش عاوز أتظهر مثلا أطبع حاجات معينة. فممكن أستعمل خاصية الإخفاء دي. وبرضو بتشغل على إيه؟ على الأعمدة. مسلا عاوز أخفي درجات الفيزيو الكبية. أنا مش عاوزهم مثلا يطلعوا عندي في الجدول في التباعة. فممكن مسلا أعملهم إخفاء. اختفوا. هروح أعمل تباعة ومش موجودين عندي إيه؟ في الجدول. تمام؟ فخاصية برضو ممكن أستعملها في إخفاء الصفوف والإيه؟ والأعمدة. غير الحسف. الحسف ممكن في عندي خاصية تانية اللي هي الحسف. ممكن أحدد إيه؟ مجموعة من الصفوف برضو أضغطها يمين. بس المرة دي أحزفها أعمل حسف تماما. هنا بقى إيه؟ بيحزفها تماما من الجدول. ما قدرش أرجعها. تمام؟ لكن الإخفاء ممكن أخفي مسلا الصفوف والأعمدة أعملها إخفاء. وبعدين حلاقي بقى إن هو عملي خط. ممكن خط صعب شوية يتشاف بس فيه زي خط أبيض كده ما بينهم. حتى إنت مثلا تقدر تتعرف إن فيه صفوف مخفية هنا على حسب عدد رقم الصف. رقم الصف هنا 6 ودوت 17 فأكيد فيه صفوف مخفية هنا. تمام؟ فلو أنا عاوز أظهره مرة تانية أضغط عليها مرتين. أروح مثلا حطت الفقرة ما بينها ما بين الصفين أضغط مرتين. فلو أنا ضغطت مرتين مفروض يزهرها لي بالكامل. ولي بيزهر لي واحدة واحدة. نجرب مرة تانية إخفاء. وبعدين لو ضغطت عليها مرتين. زي كده طيب. هممكن ضغط ضغطة يمين إزهار. ضغطة يمين إزهار. ضغطة يمين إزهار أعتقد أسهل. ونضغطها مرتين. ولكن ضغطها مرتين مفروض إيه؟ تصير لك كله. ولي بيزهر واحدة واحدة؟ إزهار هذه كلها لو سمحك. أوكي برنامج الأكسل بيحب يعلم. بس أنت شاهدتها قبل شوية. لما أنا كنت مثلا عملت إخفاء بعدين إزهار. كلها ظهرت معي. هنا ضغطت مرتين. تقرب مثلا بحاجة تانية. ضغطتين. أهي. زي كده. تظهر بالكامل. شايف لي بعض المرات البرنامج الأكسل بيعلم معي. بس إيه؟ زي كده تضغط مرتين. سيظهرها لك كلها. تمام؟ طيب. مثلا. أنا دلوقتي جيت مثلا عند الجدول بتاعي. وحزفت بعض الحاجات من الجدول. تمام؟ مثلا عاوز أحزف الحاجات ديت. طبعا لو أنا مثلا عاوز أحزف صفوف. طرية الأسهل أنا مثلا إيه؟ أحزف صفوف زي كده. تمام؟ أروح مثلا محدد الصفوف وأعمل مثلا إيه؟ حزف. فهيحزفها بكلها. طب لو أنا مثلا عاوز الصفوف فضية. أنا مثلا عاوز أفضي الصفوف. يعني مثلا عندي صفوف زي كده فيها بيانات ولا غيره. وأروح مثلا هنا محدد عليها. وأسهل طريقة مثلا أنا أحزف حاجة أن أضغط دليت في لوحة المفاتيح. صح؟ فلو ضغطت دليت. هيروح أحزف لي دلوقتي الحاجات الإيه؟ اللي موجودة في الخلية. تمام؟ بس ما حزفش الايه؟ التنسيقات. ما حزفش التنسيقات. التنسيقات الفلت الخلية ما زالت موجودة. طب إزاي مثلا أحزف المحتوى وكذلك أحزف الايه؟ التنسيقات. فهينا بقى عندي أداة موجودة في النمج ريكسل حاجة اسمها المسح. حاجة اسمها ايه؟ المسح. ديات بتسمح لي بقى أن أنا أمسح حاجات معينة أو أمسح كل حاجة. لو أنا قلت له مسح الكل، يبقى سيمسح ويحرر الخلايا من المحتويات ومن التنسيقات. تمام؟ ممكن مسلا طريقة تانية ممكن أمسح التنسيقات بس. التنسيقات بس هي اللي تمسحت المحتويات اللي فيها إيه؟ موجودة نس. ممكن أمسح المحتويات بس. تمام؟ ممكن أمسح التعليقات بس، زي الخلية مثلا اللي فيها فهد. ومسلا لو يكون عندي أكتر من خلية فيها مثلا التعليق، ممكن أمسح التعليقات بس. فاختفت مثلا إيه؟ التعليق اللي في الفهد. مثلا لو فيه ارتباطات الشعوبية برضو ممكن أمسح ارتباطات الشعوبية. على حسب بقى اللي أنا إيه اللي أنا أعاوزه. تمام؟ فبرضو عندي خاصية هنا إيه في المسح. هنا خاصية تانية هنا ممكن تتكلم عنها بشكل سريع اللي هي حاجة اسمها التفاف النص. طيب التعليق النص ديه خاصية مفيدة لو في حالة مثلا أنا كتبت نص في الخلية. والنص في الخلية ده هو طالع بر الخلية. يعني ايه مثلا طالع بر الخلية؟ مثلا ممكن أجي عند الخلية هنا ديت مثلا. وممكن أكتب مثلا معهد الخوارزمي للتدريب. يعني مهما كان النص اللي فيه مثلا أنا كتبت نص طويل شوية في الخلية. فالنص الطويل ده هيروح مداخل في الخلية ايه اللي بعدها. شايفين دلوقات التأسيم الخلية هنا عندي إتش وعندي آي. لو أنا روحت عندي الخلية آي كتبت فيها نص مثلا معين. كتب مثلا فيها اسمي محمد عادم. فعلا تلاحظوا بعد دلوقتي ايه اللي حصل؟ كلمة الخوارزمي اتقطعت. كلمة الخوارزمي اتقطعت في العمود. تمام؟ طيب ازاي يصلح المشكلة دي؟ فيه عندي طريقتين لإصلاح المشكلة دي. تمام؟ الطريقة الأولى ممكن استعمل فيها التفاف النص. التفاف النص دوت بيعمل ايه؟ بيكبر الخلية بالنسبة للصف بس بش بالنسبة للعمود. ويكتب بقية ايه النص في الخلية على شكل ايه سطور. فهيوسع الصف اللي فيه الخلية. هيوسع الصف اللي فيه الخلية. مثلا زي ما انتم شايفين الصف ككله ككل ايه ووسع معي. طب لو أنا مسلا مش عاوز اوسع الصف. توسيع الصف مثلا شكلها بيخلي مثلا شكل الجدوى الوحش مثلا لحاجة زي كده. فبس تعمل حاجة تانية اسمها ايه؟ عرض العمود. مثلا بعرض العمود. وفيه كمان كان عندنا ارتفاع الصف. دلوقتي العمود ذات نفسه ممكن اتحكم في عرضه. هل هو مثلا صغير ولا كبير ممكن اتحكم به. طب اتحكم به ازاي؟ فيه اكتر من طريقة ان انا اتحكم به. فاول حاجة اسمها ممكن استعمل هنا اداء اسمها اداء التنصيق تمام؟ ودلوقتي لو انا حددت خلية في اي صف في اي عمود هيتحكم بالعمود ده هو ده. ازاي اعرف ان انا في عمود فلاني بيبقى متحدد بلون الرصاصي زي كده. او ممكن انا اضغط على ايه؟ على العمود ذات نفسه او الصف ذات نفسه عشان احدده تمام؟ فمسلا احددت مثلا ايه؟ العمود دوت اللي فيه كلمة معها ده خلال اسمي. هروح هنا عند التنصيق وحلاقي هنا عندي خيارات مختلفة حاجة اسمها ارتفاع الصف وعرض العمود. فانا ممكن هنا اختار عرض العمود. وبعدين اكتب هنا قيمة مثلا انا عاوزها تكون خمستاصر ستاشر. وازبط ايه؟ عرض العمود بتاعي. مثلا خمستاشر وزبطت معي بس احنا ايه؟ كنت بخمي. تمام؟ فاحط مثلا ايه؟ الكمية اللي انا عاوزها مثلا 18 ولا غيره. هتقد ان هي الرقم اللي هنا معناه ايه؟ معناه عدد الحروف. تمام؟ مثلا 18 حرف ولا 20 حرف ولا 22 حرف. بيقضي العمود بيقدي قدي ايه. تمام؟ وبرده ممكن اعملها بالنسبة للصف. لو مثلا صف معين. صف رقم 4 مثلا. هروح عند الارتفاع الصف وبرده هكتب هنا مثلا ايه؟ قدي ايه الصف اكتاين. مثلا احطه 20. موافق ويكبر الصف معين. تمام؟ ل routing الع learners يعني انه لا نقبل الصف. طيب انا مسلا كبرت العمود زيادة. كبرت العمود زيادة. حوسه شая فيدي استنر LAWTHI دولة الناس انه يدركła مثلا اصلابها certainly with this angle. لكي كبرت العمود زيادة. طيب لو انا عاوز vertical الم Grove�드 comments to each other for each artist النص بالضبط اعمل ايه؟ اياه لابده عندي طريق تلم. الطريقة الاولى انها اخطر حاجه هنا اسمها احتواء تلقائي للصف او العمود لانا اقباط زيحم البعètres يحتوي النص بالضبط. اعمل ايه? فيه برضو عندي طريقة تلمي. الطريقة الاولى ان اختار حاجة هنا اسمها احتواء تلقائي للصف او العمود. انا مسلا اعملت احتواء تلقائي للعرض العمود هيحاول ان هو يخلي عرض العمود على النص ذات نفسه. يزبطه بنفسه. تمام? اممكن استعمل الطريقة التانية ان اروح ما بين الاعمدة زي كده. هنا ما بين الاعمدة واضغط مرتين. فلو اضغط مرتين هيحتويها برضو ايه? بشكل احتواء تلقائي. تمام? فادية الطرق المختلفة انا ممكن استعملها علشان اتحكم بايه? بعرض العمود. او ارتفاع الصف في تحسين الايه? الكتابة المكتوبة عندي في ايه? ادخال ايه? غير التفاف النص. التفاف النص برضو طريقة تانية ممكن استعملها بس ما بتشغلش مع ايه الا مع ايه? الا مع الصفوف. تمام? فلو مسلا عندي حاجة زي كده واخترت اتفاع التفاف النصص. هيروح ان هو ايه? يكبر الصف باش بيكبر العمود. تمام? عاوز اكبر العمود اعملت احتواء تلقائي العمود. اضغط مرتين في الايه? في مبين الاعمدة او اختار هنا عنده ايه? الاحتواء التلقائي. تمام? برضو نفس الحكاية الاحتواء التلقائي برضو بيشتغل مع الصفوف. فلو مسلا عندي صف مسلا واسع زي كده. ممكن برضو اختار هنا احتواء تلقائي بارتفاع الصف وعايز ازبط لي الصف ايه? على حجمها برضو. تمام? خلينا نشوف دلوقتي بعض التنسيقات التانية اللي انا ممكن استعملها برضو في بنامج الاكسل اللي هو واحد منها حاجة اسمها اتجاه النص. دي هتعضغت فيه طلاب كتير بيسال وفيها اللي هو خاصة بالنسبة للارقام. انت انت ترى دلوقتي الارقام اللي موجودة عندي في الجدول كلها مكتوبة بالانجليزي صح? طب لو نعاوز اقالي بالارقام بالعربي اعمل ايه? لازم اغير اتجاه الكتابة بتاعي للعربي اللي هو من اليمين لليصار. فمسلا ممكن احدد خلايا او اي اي مجموعة من الخلايا واروح هنا عند الاداة ديه. شبه اللي مجول عندي في الورد بالضبط اللي هو اتجاه الكتابة. فهو انتجاه الكتابة هنا بيعمل لي ايه? على حسب السياق يعني مثلا لو اتكتب رقم هيخليه انجليزي. لو اتكتب مثلا عربي هيخليه من يمين اليصار. لو اتكتب انجليزي هيخليه من يصار لليمين. لكن انا انا عاوز مسلا يكون من اليمين اليصار عشان اكتب حروف عربي. فاختار مسلا من اليمين اليصار هيغير الحروف على طول اللغة عربية. لو انا خليتها مسلا من اليصار لليمين هيخليها على طول تلقائيا ايه? انجليزي. تمام? فالافتراضي بالنسبة للارقام في برنامج جريكسل انجليزي. لو انا عاوز اغيره العربي لازم اروح هنا عند اتجاه الكتابة واغيره مسلا من ايه من اليمين لليصار. تمام? فدوات بيأثر على اللغة اللي انت ايه تستعملها هل هي انجليزي ولا عربي. نفس الحكاية هنا برضو عندي هنا اللي هي الحاجات بتاعت الايه? التوسيط. عندي انواع مختلفة من التوسيط. مثلا أنا اكبرت الخلايا ديت علشان تشاهد التوسيط. عندي توسيط اوفقي وتوسيط ايه عمودي. كل الخيارات موجودة عندي هنف الشريط كمسلا ممكن اخلي ايه? توسيط عمودي. انو، كبر ديت كمان. توسيط عمودي يا اما فوق يا اما تحت يا اما وسط او مثلا توسيط او مثلا محازاة محازاة يسار او وسط او يمين. فخيارات المحازاة هنا برضو ايه موجودة عندي. تمام؟ وممكن استعملهم هما الاتنين. استعملهم مثلا وسط وسط يمين فوق على حسب بقى اللي انا ايه اللي انا عاوزه. تمام؟ فدي بعض الخيارات اللي هي الموجودة عندي. طيب حاجة لسه انا ما اتكلمتش عنها اللي هو الاوراق. انا اتكلمت معانها في الاول اللي هي الاوراق ورقة العمل ديت. بس ما اتكلمتش اي اللي ممكن انا عاملها فيها. يعني مسلا دلوقتي انا عملت ايه? جدول لدرجات الطلاب جس كده. انا مسلا انا اعاوز اعمل جدول تاني جديد. تماما. فما ارحش مسلا نفس الورقة واروح مسلا هنا عندي في اليسارة ولا حاجة ابدأ اعمل جدول جديد. لا. لا ينصح انك تعمل ايه? جدول في اكثر من او تعمل اكثر من جدول في ورقة واحدة تمام؟ الجدول يعني ورقة واحدة جدول واحد يكفي. تمام? لو انت مسلا عاوز konkret من الحاجات ان انا ممكن ق gatول دراجات الطلاف اول شيء هنا اضغطها اعادة المنظيف فا присفاؤ D SAAR والرائدة لمثائك لودية والرغط ونحن دي لسمي الجدول للغياب الحضور مثلاً. فممكن أسمي الورقة التانية مثلاً على التسمية. مثلاً إيه؟ جدول الغيابات. أو مثلاً جدول الحضور والغياب. حضور. بعدين شرطة. والله الشرطة هنا متشارج. ماشي الشرطة التانية. والغياب. تمام؟ فأعمل مثلاً الصفحة التانية. أبدأ بقى أعمل إيه؟ أوزع الطلاب. الأيام. بعد أعمل صح وغلط على الحضور بتاع الطلاب. تمام؟ فمسلاً بقى أعمل إيه؟ جداول مختلفة. كل ورقة ولها جدول. حاجة تانية برضو ممكن أعملها على الأوراق. إنما ممكن أتحكم بلونها. ممكن أغير لونها. مثلاً عشان تكون أسهل مثلاً لي أننا أوصلها. مثلاً أحافظ أن هي اللون معين. فبدلاً من أننا أتعب نفسي وأرى ممكن إيه؟ أشوف اللون على طول. مثلاً ممكن درجة الطلاب أخليه أخضر. ممكن مثلاً جدول الغياب مثلاً أخليه أحمر وهكذا. تمام؟ فطبعاً إيه؟ الألوان حتتغير. ولما مثلاً ألم بين إيه؟ الأوراق. الورقة اللي أنا عليها بتكون اللونها باهت أكتر شوية. اللي هو اللون أبيض أكتر شوية. مثلاً الورقة التانية تكون أحمر وهكذا. تمام؟ برضو ممكن إيه؟ ممكن أعمل حماية للورقة. ممكن أعمل إيه؟ حماية للورقة. طيب حماية للورقة تعمل إيه؟ مثلاً لو أنا عاوز الورقة دي لا تحدش مثلاً يلعب فيها. لو مثلاً حد سيأخذ المستند المصنف بتاعي ده ويعدل عليه ولا يستخدمه ولا أي حاجة زي كده. فممكن مثلاً أضيف حماية على الورقة. مثلاً أضيف حماية على الورقة. أو مثلاً مسموح بس بيه إن هو ينصق. مش مسموح بيه مثلاً هو يضيف. مش مسموح بيه مثلاً يضيف أعمدة يضيف صفوف. فحط مثلاً إيه؟ الإجراءات اللي هو ممكن يقدر يعملها على الورقة. ولو مثلاً عاوز أضيف كلمة مرور ممكن أضيف كلمة مرور برضو على حماية الورقة. شبيهها شوية بحماية المستند الموجودة إيه؟ في برنامج الـ Access. فحط مثلاً كلمة مرور بحط الأحيات اللي أنا إيه؟ عاوز أضيفها. أو يقدر يعدل عليها في الورقة. تمام؟ ممكن أيضاً أنقل أو أنسخ الورقة. تمام ما؟ iigo الورقة فحماية عاوز الذي عاوز أق widow بحماية الإجراء في النظر. و ينطي هو تطاري النخ. فأول حاجة بحدد المصنف اللي أنا عاوز أن أقل له أو سخ له فحددت مثلا مصنف واحد ألا ما عندي إلا مصنف واحد مفتوح لو في حالة مثلا عندي مصنف ثاني مثلا عملت ملف وأخترت جديد وفتحت مصنف ثاني جديد هيكون كده دلوقتي عندي مصنف رقم اثنين يبقى كده دلوقتي عندي مصنف اين؟ مصنف رقم واحد و مصنف رقم اثنين فما جاء عمل نسخة أو نأل هيتعرفوا أنه فيه كم مصنف عندي في النظام يعني عندي مصنف واحد مفتوح ومصنف ثاني مفتوح فأنا بختار بقى المصنف مثلا عاوز المصنف واحد مثلا أختار الورقة ديت فهو بيقولي نقل الأوراق المحددة إلى أنا بنقلها الفين طبعا بعد ما أضغط على ايه ضغطة يمين يعني مثلا حددت على ديت حملت ناقل وأبدأ أنقل بقى الورقة بتاعت يعني مثلا عاوز أن نقل المصنف رقم اثنين أختار المصنف رقم اثنين وأختار مثلا المكان اللي أنا عاوزه وأنا عاوزه بعد ديت بعد ديت الترتيب بقى وأعمل مثلا تحريك النهائي أتلعزوا بعد دلوقتي انهو ايه نقل الورقة نقل الورقة من فين؟ من المصنف واحد وهي اختفت في المصنف واحد بقيت في المئة في المصنف اثنين عاوز رقعها هناك برضو ممكن أعملها نقل ويأخلطها في المصنف واحد بعد جدول الحضور والغياب أو بقبليها مثلا هو كان بيقول قبليها في القيمة فيرجع مثلا المصنف واحد مرة تانية تمام؟ ممكن أعمل نسخة كمان أدرينا من أن أنا أعمل نقل ممكن أعمل نسخة بس لو أنا عاوز أعمل نسخة لجم أعمل إنشاء نسخة أعمل علامة صحة لديها وامل مثلا مصنف رقم اثنين أو اللي حركه للنهاية يبقى كذا الوقت يعمل للمصنف اثنين في الورقة والورقة مازالت موجودة عندي ايه في المصنف واحد تمام؟ ممكن كمان أخفي الورقة يعني مثلا في عندي أوراق كثيرة أوي مثلا موجودة عندي في المصنف في أوراق مثلا أنا خاص وطلت الشغل عليها باش عاوزها باش عاوزها تزعجني فممكن أعمل إخفاء تمام؟ فممكن أعمل ايه؟ اخفاء للورقة سيخفي الأوراق الموجودة عندي في المصنف، لكن مثل صفوف الأعمدة، إذا أخفتها، سأرجعها، سأضغط ضغط يمين وأعمل إظهار. سيطلع للقائمة يقول لي ما هي الحاجات التي كانت مخفية، أو أحدد الحاجات التي أريدها، وأقول لي موافق إظهار لي ما هي الورقة. فهذه بعض الحاجات التي أستعملها في الأوراق. طبعاً لو رجعنا للجدوة المرة أخرى، سأقوم بإضافة الصفوف والأعمدة. فإذا أريد أن أضيف صف جديد ما بين الصفين دول، سأذهب على الصف رقم 9 وأضغط ضغط يمين وأعمل إدراك. سأضغط صف جديد ما بين الصفين دول، أضغط ضغط يمين عند العمود وأعمل إدراك. والعمود الذي أحددته أو أعمود الذي أدرك عليه دائماً يذهب إلى الصفين لليسار بيتزاح. بالشكل دائماً تلقائي لليسار بيتزاح لليسار. تمام؟ فهذه أيضاً من الحاجات التي أستعملها في برنامج GALYX. سوف نتحدث عن أخر شيء أخير قبل أن أختم درسي اليوم، وهو خيارات الطباعة. هناك شيء من الخيارات الموجودة في الطباعة. عادةً خيارات الطباعة تكون موجودة في تخطيط الصفحة. تخطيط الصفحة هي التي تجعلني أتحكم بطباعة المشتنات بتاعي. واحدة من الخصائص الموجودة في طباعة المشتنات هي الهوامش، الاتجاه، الحجم، نفس الموجودة بالضبط في بنامج الورد. يمكن أن نعدي عليها بشكل سريع. هوامش، يمكن أن أضع هوامش بخصصة. أغير الهامش الأعلى، الأيمن، الأيصر، كل الأشياء. رأس وتديل الصفحة، لكن رأس وتديل المراضي مختلف شوية. أختار مثلاً هنا رأس وتديل، أختار رأس مخصص وأضيف في اليمين، في اليسار، في الوسط، ممكن أن أضيف زيل الصفحة أو هكذا. فشوية حاجات ممكن أن أضيف. فهذه الحاجات الغالثة تعلمنا عليها في بنامج الـ A الورد ومن قبل كده، ويستخدم نفس الاستخدام في بنامج الـ A الـ Excel. اللي نحن مهتمين به، اللي هو جديد علينا هنا في بنامج الـ Excel، في خيارات الطباعة، اللي هو حاجة اسماه منطقة الطباعة، منطقة الـ A الطباعة. طيب، منطقة الطباعة هذه تعمل لي إيه؟ يعني تحدد لي جزء من الجدوى بتاعي هو بس اللي ينطبع فممكن ادر Ludogatti عروح عندي تعيين منطقة الطبعة ويقولي حدد الأول يبقى لازم نحدد الأول مسلا انا عاوز احدد الجزئية ديت تمام الجزئية ديت بس هي إيه اللي تنطبع من الجدوى بأي دي الجدوى لا انا مش عاوزة ينطبع تمام فبحدد مسلا الخلايا لا اعاوز هي تنطبع وأذهب إلى منطقة الطباعة وأقول له تعيين ناحية الطباعة. ستلاحظوا بعد ذلك أنه لا أعلم إذا كان ظاهر أوي إذا كان هناك خطوط فيه خطين دلوقتي خط عمودي وخط ثاني أفقي. تشعروا أنه رصاصي شوية هو اللي بيحدد منطقة الطباعة. دلوقتي عند طباعة أعمل ملف طباعة حلقي الجزء بس اللي أنا حددته هو اللي هينطلع. الجزاء الثانية من الجدول ما تحددتل وفي أي وقت ممكن أنا أروح على منطقة الطباعة وأقول له مسح منطقة الطباعة أو مسح ناحية الطباعة وهترجع الطباعة كاملة للجدول المرة طب لو أنا عاوز أحدد ناحية الطباعة أكثر من مكان مثلا الخلايا ديت وعاوز مثلا أروح للخلايا ديت طبعا بستعمل هنا كنترول. بستعمل كنترول أو سترل فبحدد أكثر من مكان. وبعدين أروح عند منطقة الطباعة وأقول له تعييم منطقة الطباعة يبقى كل ما يتحدد دوت بقى منطقة الطباعة بتاعتي وهي حيرتبها عندي في الطباعة وأطباعها برضو. هو اللي هو منطقة هاش ما قدرش أعمل تحديد الطباعة أكثر من واحدة. أوكي يبقى لازم نستعمل الطريقة الثانية هذه الإخفاء. أوكي قد تشعر في المعلومة دي. تعالي بحياة كل يوم. فمنطقة الطباعة لازم تكون مرتبطة ببعض. لازم تكون مرتبطة ببعض. طيب ما فيش مشكل. لو أنا مثلا عاوز مثلا أخفي صفوف معينة لازم أستعمل طريقة الإخفاء. وأطبع الجدوة اللي بأكمله. تمام؟ فعندي أكثر من طريقة ممكن استعملها إيه في طباعة أي أجزاء معينة من الجدوة بتاعي. تمام؟ أيضا في حاجة تانية هنا عندي. ممكن تبقى مفيدة لو أنا أطبع أكثر من صفحة. اللي هي حاجة اسمها طباعة العنوين. شايفين هنا طباعة العنوين دي. يعني دلوقتي لو أنا ورحت عند ملف وطباعة. نحضر بس ناحية الطباعة. لو رحت عند ملف وطباعة. هيتطبع لي الكامل الجدول. وشايفين الرأس دهوت اللي هو رقم الطالب اسم الطالب. لو أنا ورحت للصف الثاني. لو كان عندي معلومات زيادة مثلا الصف الثاني. هلاقي إنه الجدول الثاني مثلا إيه جدول زي كده ملهوش إيه رؤوس. تمام؟ طب لو أنا عاوز الصلح المشكلة دي أنا عاوز الصفحة الثانية يكون فيها رؤوس برضو. فأحدد حاجة هنا اسمها طباعة العنوين. طباعة الايه؟ العنوين. أختار طباعة العنوين حيتطلع لي القائمة ديات. نفس القائمة بتاعة الرأس والتدير بس المراضي في ورقة. وهنا بقى أحدد الصفوف المتكررة. الصفوف الايه متكررة. فأختار هنا صفوف المتكررة. وهي قادر بقى لما أحط المؤشر هنا. ممكن أرجع للجدول ذات نفسه أحدد صفوف معينة. مثلا عاوز الصفوف المتكررة تبقى الصفين الأولى. الصفين الأولى بالكامل تتكرر عندي في ايه؟ في الطباعة تمام؟ فأنا دلوقتي كده أحددت عن الصف الأول والثاني. وبرضو ممكن أعمل أعمدة ايه؟ تتكرر. يعني مثلا لو في أعمدة تتكرر مثلا زي رقم الطالب واسم الطالب. مثلا عاوزة تتكرر مثلا لو أنا بطبع الصفحات أفقيا. لا بشوفه قيانة يعني برضو في الجدول بتاعي عاوز أعمدة تتكرر. مش عارف مش كيف قالي دلوقتي مثال على أعمدة تتكرر. بس ايه؟ الصفوف المتكررة هي اللي بتستعمل أكثر. فأكون كده دلوقتي حددت الصفوف المتكررة. أعمل موافق. ولم أجي أعمل معينة للطباعة. حلقي دلوقتي لو روحت للصفحة الثانية. أو دلوقتي تتكرر الصفين اللي أنا كنت محدده. تمام؟ فدي برضو خاصية من خاص الممكن أستعملها في برنامج لكسل. إننا إيه؟ أروح مكرر الصفوف الموجود عندي. طيب، أعتقد أن هنا نكتفي بالقدر دوت النهاردة يا شباب. اتعرفنا على حاجات كتيرها في برنامج الإكسل. اتعرفنا إزاي نعمل جدول. إزاي نضيف بيانات في الجدول. تنسيقات الجدول. بعض الخيارات في الطباعة. أعتقد نسى في شوية خيارات في الطباعة. ممكن ندرسها في الدروس القادمة إن شاء الله. بس نكتفي كده بالقدر دوت اليوم إن شاء الله. شكرا لكم وحضوركم وشكرا لكم وإستماعكم. ونشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. كما معكم المهندس محمد عاد المهات الخارج من التدريب. في أمن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.